الزياد من 1500 ملف لا يزال عالقاً بالصندوق الخاص لترقية الصادرات المتعاملون يطالبون الإسرع في معالجة الملفات وصب مبالغ التعويض التي خصصتها الدولة من خلال إنشائها للصندوق بموجب قانون مالية لسنة 1996 بهدف منح إعانات مالية لفائدة المصادرين غير أن قانون المالية لسنة 2022 جمد الحسابات السابقة وهو ما يؤكده مهنيون من قادم الزمان عنده تقل كبير يعني باش يعوضوا يعني المصادرين في سعر الشحن لازم نعرفه بلد الدولة خمسين في المئات على سعر الشحن تعوضوا المصادرين ولكن أبقى يعني نقول يعني تعطيل فيه والذوق رهي تدمون ذا تلت سنوات لدي تقريب آلف خمسمائة ملف اللي رهي على مستوى وزارة التجارة دراسة الملفات تتطلب وقت طويلا وعمليات التصدير لا تنتظر مراقب مالي واحد يدرس الملفات الدعم يدرس تنيت المالية تعوضار التجارة سين نيرسي وارجيكس يعني عنده يعني خدمة كبيرة شحن رح يعالج وهضرع لي أخيرا يعني في اللي قال لي كان مع وزير النقل وقال لي وزارة التجارة وترقية الصادرات راح دعم يعني تاقم لمستكلف الملفات الحكومة تعويل على رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى عشر مليار دولار رقم صعب لا يمكن تحقيقه إلا بدعم المصدرين وتذليل العرقيل وإزاحة المطبات عن طريقهم